بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أساتذتنا الأفاضل والأكارم أحبتنا الحضور رمضانكم كريم وتقبل الله الطاعات وجعلنا الله وإياكم من الأبتقاء في هذا الشهر الكريم أحبتنا الكرام أنا محدثكم عدان قلعجي من منصة أريد العلمية يشرفني أن نجتمع سوية اليوم في هذه الليلة المباركة وهذه الأمسية الطيبة لنستمع وإياكم إلى الكريمات الطيبة التي سيقدمها لنا الدكتور عصام مشاحيد في مخاضرته الماتعة التي بعنوان أحوال الصالحين في رمضان جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاح والفلاح وعند ذكر الدكتور عصام مشاحيد لابد أن نذكر بعضا من فضائله ومناقبه فإليكم أحبتنا نبذة مختصرة من سيرته الذاتية الدكتور عصام عبد ربه محمد مشاحيد باحث وكاتب في الدراسات الإسلامية عضو الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد للعلماء والباحثين الناطقين بالعربية محكم علمي لمجلة أريد العالمية للدراسات الإنسانية والاجتماعية وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعضو الجمعية الفقهية السعودية جامعة الإيمان محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مدير إدارة الدعوة والإعلام جمعية أنصار السنة المحمدية فرع مديرية التحرير محافظة البحيرة جمهورية مصر العربية سابقا حصل الدكتور عصام حفظه الله على العديد من الإجازات العلمية بالأسانيد المتصلة برواية العديد من كتب الحديث والفقه والعقيدة وغيرها كالكتب الستة في الحديث وكتب الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوحاب وذلك على يد كوكبة من أهل العلم وللدكتور عصام مؤلفات كثيرة منها على سبيل الذكر للحصر هذه عقيدتنا وهذا منهجنا تيسير الرحمن في أحكام سجود التلاوة في القرآن أسباب الرزق في ضوء الكتاب والسنة أختاه لا تقنطي من رحمة الله تذكير الإخوان بما يجب وما يستحب في رمضان فتح الغفور في المنجيات من فتنة وعذاب القبور تذكير الأخلاء بما هجر من سنن خاتم الأنبياء تيسير رب البرية شرح المنظومة الحائية أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن والسنة وأهميته في الدعوة إلى الله الوسائل والأساليب العاصرة في الدعوة إلى الله تيسير الرب الغفور شرح ثلاثة الأصول وكذلك للدكتور حفظه الله مشاركات إعلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها منها على سبيل الذكر إلى الحصر برنامج مفاتيح الرزق على قناة العائلة الفضائية وهو من أربع وأربعون حلقة وأيضا برنامج نفحات إيمانية على قناة السهارة الفضائية ونفحات الرمضانية قناة الأماكن الفضائية وقبس الوضاء من سنن خاتم الأنبياء راديو كندا بالإضافة إلى العديد من مشاركات هاتفية في ذاعة القرآن الكريم السعودية وكذلك للدكتور حفظه الله الكثير من الكتابات في المجلات والصحف الورقية والألكترونية بارك الله فيكم سعادة الدكتور ومعك الصلاحية كاملة فتفضل مأجورا جزاك الله خيرا بفضل سعادة الدكتور صلى الله عليه وسعنا الله يكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين بادئ ذي بدء لا يسعني إلا أن أقدم من الشكر جزيله لمنصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية لإتاحة هذا اللقاء ممثلة في المؤسس والمدير التنفيذي سعادة الأستاذ الدكتور سيف السويدي حفظه الله تعالى ومجلس أمناء المنصة ومجلس إدارتها والهيئة الاستشارية واللجان المنثقة لمثل هذه اللقاءات وهذا اللقاء فجزاهم الله جميعا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وكما نعلم أيها الأحبة أن شهر رمضان من أعظم وأفضل الشهور لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وقد كان الصالحون الذين عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين أحوال مستقات من الإمام القدوة والأسوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكما نعلم يا إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جوادا كريما يطعم الطعام ويقرأ القرآن ويقوم الليل حتى تتفطر قدما إلى غير ذلك يا إخواني من العبادات والطاعات التي يضاعفها صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان والصالحون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أثره ماضون تنوعت عباداتهم وعلت هممهم فشمروا فيه عن ساعد الجد واجتهدوا في العمل الصالح طمعا في مرضاة الله ورجاءا في تحصيل ثواب فشهر رمضان إخواني يتميز عن غيره من الشهور بالعديد من الفضائن منها على سبيل الذكر للحص أن هذا الشهر شهر خصه الله تعالى بأن أنزل فيه القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ربي عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الشهر أيضا شهر الصيام شهر القرآن شهر يكفر الله به الخطايا لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا جتنبت الكبائر هذا الشهر أيضا أيها الأحبة شهر الجود والإنفاق وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم أجود ما يكون في رمضان لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكما نعلم أيضا أن أجر العمرة في هذا الشهر كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيو الله يا إخوة العمرة في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال لمرأة من العنصار هذه المرأة سمى أم سنان العنصارية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ما منعك أن تكون حججت معنا ماذا قالت أم سنان رضي الله عنها قالت يا رسول الله ناضحان كان لأبي فلان تقصد زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا فقال صلى الله عليه وآله وسلم فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يا أخواني شهر رمضان هذا فرصة فرصة والله لمدارسة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر معاني القرآن ومعرفة أحكام الشرع للعمل بهذه الأحكام لما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان لماذا؟ فيدارسه القرآن وكما نعلم أيضا أن سنة الاعتكاف في رمضان وكما نعلم من الاعتكاف مستحب في رمضان ومرغب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاعتكاف في هذا الشهر لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وآله وسلم وكما نعلم يا إخوان أيضا أن في هذا الشهر ليلة هذه الليلة تعتبر أعظم ليلة في السنة وهي ليلة القدر لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن يا إخواني الأعمال في هذا الشهر كثيرة والأجور مضاعفة فينبغي علينا اغتنام هذه الأيام بكثرة الطاعات والاستزاد من القربات والبعد عن المحرمات وكل ما لا يرضي رب السماوات من هذا ينقلني إلى المحور الأول من محاور هذه المحاضرة وهو حال الصالحين في الاستعداد لهذا الشهر الكريم المبارك فكما نعلم يا إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر فيقول لهم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرادة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فيا لها يا إخواني والله من بشارة عظيمة يزفها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان لذلك يا إخواني كان الصالحون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستقبلون هذا الشهر استقبالا يخالف غيره من شهور السنة يفرحون بقدومه ويبتهجون بحلوله فقد كانوا رضوان الله عليهم يستعدون لرمضان بالدعاء لما ثبت عن بعض من الصالحين أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر بعدها حتى يتقبل منهم هذا هو حال الصالحين رضوان الله عليهم في الاستعداد لهذا الشهر كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله عز وجل ستة أشهر أخرى بعد هذه الستة الأولى حتى يتقبل منهم يدعون الله أن يبلغهم رمضان على خير في دينهم وأبدانهم وأن يعينهم على طاعته فيه وأن يتقبل منهم أعمالهم كانوا رضوان الله عليهم يستعدون لإحياء ليله بالقيام بين يدي الله عز وجل فكان إذا دخل رمضان صلوا التراويح بالمسجد النبوي متفرقين فجمعهم على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد فكان أول من جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحضرني في ذلك ما ثبت عن عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله أنه قال قرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد يقول فإذا الناس أوزاع متفرقون يصل الرجل لنفسه ويصل الرجل فيصل بصلاته الره فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان ذلك أمثل ثم عزم على ذلك الفاروق عمر فجمعهم على من؟ على أبي بن كعب رضي الله عنه يقول ثم خرجت معه ليلة أخرى راوي الحديث للو عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله يقول ثم خرجت معه يعني خرج مع الفاروق عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر الليل لأن الناس كانوا يقومون في أول الليل فعمر قال يريد آخر الليل يعني الذين يمون عنها في أول الليل الأفضل أن تقام في آخر الليل لأن هذا هو الوقت وقت إيه؟ وقت الصحر آخر الليل فحري بنا أيها الأحبة أن نستقبل هذا الشهر شهر رمضان كما كان الصالحون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستقبلونه بالفرح والاستبشار والدعاء بأن يبلغنا رمضان ويرزقنا استغلاله على الوجه الذي يرضاه عنا وكذلك أيضا يا إخواني لاستعداد له لقراءة القرآن وقيام ليالي هذا الشهر وسائر أعمال البر وهذا يا إخواني ينقلنا إلى المحور الثاني وهو حال الصالحين في قراءة القرآن وتدبره فكما نعلم يا إخواني أن قراءة القرآن في شهر رمضان هذه لا فضل عظيم ولها ثواب جزيل الله عز وجل يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وأيضا لا يخفى علينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على قراءة القرآن وبين أجر قراءة القرآن لما سبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وأيضا من حديث عقب بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبن فكما نعلم يا إخواني أيضا أن الماهرة بالقرآن مع الصفر الكرام البررة طيب واحد يتلو القرآن ولا يجيد التلاوة ولكنه يتعتع في قراءته في مشقة وهو يتله الذي يتله يا إخواني مع المشقة له أجران لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فضل عظيم يا إخواني فضل عظيم حتى الذي لا يجيد القراءة والقراءة عليه شاقة انظر له أجران أجر القراءة وأجر هذه المشقة هذه التعتع في هذه القراءة إذن يا إخواني فلنحرص على تلاوة القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لما ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن نعم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يأتي الصيام فيقول أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة والنبي يا أخواني صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على تلاوة القرآن وعلى تفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن لأنه ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لذلك يا إخواني كان الصالحون رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وفي غير الصلاة هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين كان يختم القرآن كل يوم مرة الله أكبر عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة من خلفاء من الخلفاء الراشدين كان يختم القرآن كل يوم مرة ففي كتاب محمد بن ناصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة ركعة واحدة يا إخواني عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يصلي غيرها قرأ فيها القرآن كاملا قرأ القرآن كاملا رضي الله عنه عثمان بن عفان ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الماتع فتح البارك ويقول السائب بن يزيد كان القارئ القارئ منهم من الصالحين رضي الله عنهم يقول يقرأ بالمئين يعني بالمئات من الآيات يقول حتى كنا نعتمد على العصاء من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى ربما أحد الإخوة يقول يا شيخ هذا حال الصالحون رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل ليلة ومنهم من كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة كاملا يا إخواني تبدأ ثابت وورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة ربما هذا الأمر يشكل على بعض الإخوان يا إخواني ما ورد من النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة حمله العلماء على أحوال معينة يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك يعني اللي يداوم على أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث هذا هو النهي الوارد في ذلك أما يا إخواني في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة مثلا كمكة لمن دخلها من غير أهلها مثلا يستحب الإكثار يا إخواني فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان وفضيلة المكان فاجتهدوا أيها الأحبة اجتهدوا في كثرة قراءة القرآن لا سيما في هذا الشهر الكريم المبارك الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن اقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار من الصحابة والتابعين وتابع التابعين اغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار يا إخواني الأعمار تطوى سريعا والأوقات تنضي جميعا والله كأنها ساعة من نهار يا إخواني إذا أردنا أن نتزوق ثمر التلاوة القرآن لابد من تلاوته بتدبر وخشوع وتفكر فلم يكن يا إخواني من هدي الصحابة رضوان الله عليهم ولا من هدي الصالحين رضوان الله عليهم هذ القرآن هذ الشعر من غير تدبر وفهم لا والله يا إخواني كانوا يتأثرون بكلام الله عز وجل كانوا يحركون به القلوب لما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول له اقرأ علي يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل ماذا قال له النبي قال إني أحب أن أسمعه من غيري يقول عبد الله بن مسعود أنه قرأ عليه من أول سورة النساء إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول عبد الله بن مسعود فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشية عندما وخشوع وتدبر لقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء شهيدا بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكر بن بطال رحمه الله تعالى في هذا الحديث بعد أن ساقى هذا الحديث في عمدة القاري يقول قوله اقر علي فيه أن القراءة من الغير أبلغ في التدبر والتفهم من قراءة الإنسان نفس نعم القراءة من الغير أبلغ في التدبر والتفهم من قراءة الإنسان نفسه وهذا ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى وأيضا يحظني في ذلك حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم جميعا قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء الله أكبر هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظر إليه وهو يقرأ القرآن الكريم وهو يصلي في صلاته يقول مطرف بن عبد الله في رواية عن أبيه رضي الله عنهم يقول لجوفه أي لجوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء صوت القدر يا إخواني حينما يغلي فيه الماء يكون له صوت فكان لجوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزيز كأزيز هذا القدر كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا يحضن في ذلك حديث عبد الله بن عروة بن الزبي رضي الله عنه يقول قلت لجدتي من هي جدت عبد الله بن عمرو عبد الله بن عروة بن الزبي رضي الله عنه هي أسماء يا إخواني بنت أبي بكر رضي الله عنها عبد الله بن عروة يقول قلت لجدتي لأسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن تقول فقالت كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم ليس هذا الأمر عند هؤلاء فحسب بل كان ذلك عند التابعين وتابع التابعين الحصن البصري رحمه الله قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يقول الحصن البصري فربى ربوه عيد منها عشرين يوما يعني أصابه الرب وكان الصحابة والتابعين يزورون عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب ماذا بسبب آية قرأها إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما له من دافع مرض الفاروق عمر رضي الله عنه لتأثره عند تلاوته لتلك الآيات أيها الأحبة هذا هو حال الصالحين رضي الله عنهم جميعا عبيد بن عمي رحمه الله يقول صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الفجر فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى رضي الله عنه حتى انقطع فركع رضي الله عنه ربما يقول أحد الإخوة طيب هذا هو حال الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهل هناك أسباب هذه الأسباب تعيننا على تدبر القرآن الكريم وعلى فهم القرآن الكريم لا شك يا إخواني أن تدبر القرآن هذا مهم جدا لأن تدبر القرآن يا إخواني له تأثير كبير في زيادة إيمان العبد ومعرفة العبد بالله سبحانه وتعالى وذلك ذكر أهل العلم بعضا من هذه الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم منها يا إخواني على سبيل الذكر الحص طهارة القلب من الكبر والهوى والتكذيب والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى نعم طهارة القلب من الكبر ومن الهوى ومن التكذيب ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى اسمع معي قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين السبب الثاني يا إخواني من أسباب التي تعين على تدبر وفهم القرآن الكريم طهارة البدن كما ذكرت لكم في السبب الأول طهارة القلب من الكبر والهوى والتكذيب والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى أيضا يا إخواني طهارة البدن فينبغي لقارئ القرآن أن يقرأ القرآن وهو على طهارة غير معدث وأن يقرأ القرآن في المكان الطيب وهو متوضع لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر لأن إذا الإنسان كان على طهارة وفي مكان طاهر كان ذلك يا إخواني أجمع لقراءة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن سبب ثالث من الأسباب المعينة هو ثبب مهم جدا يا إخواني اللي هو الإنصاط الإنصاط عند سماع القرآن الكريم لأن الإنصاط يا إخواني كما قلت لكم من الأمور المهمة هذه الإنصاط بيغفل عنه كثير من الناس فتجد الناس عند تلاوة القرآن الكريم منهم من يتشغل بالأحاديث الجانبية ومنهم من يتشغل بأمور أخرى ينسون أمر الله عز وجل بالإنصاط لآياته لأن الإنصاط للآيات يا إخواني بيزيد من إيمان العبد وتورث العبد تطبرا وهيبة وخشية وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يا إخواني يأمرنا بالإنصاط عند سماع القرآن الكريم الله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا ليس استماع فحس وإنما قال وأنصطوا لعلكم ترحمون فاستمعوا وأنصطوا فعل أمر وعلماء الأصول يا إخواني يقولون أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره فالإنصاط عند سماع القرآن أمر واجب عند سماع القرآن وعند تلاوة القرآن أمر واجب إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون أيضا يا إخواني سبب آخر هو الخشوع عند تلاوة القرآن الكريم فالخشوع يا إخواني عند تلاوة القرآن الكريم يزيد من تذوق سمرت تلاوة القرآن الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وحتى لو طلعا يا إخواني أنتقل إلى المحور التالي ووحال الصالحين مع الإنفاق في رمضان فكما نعلم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم قبل الأحاديث حثتنا على الإنفاق في سبيل الله عز وجل وبينت فضل الإنفاق الله عز وجل يقول في محكم آياته يا أيها الذين آمنوا أنثقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عظيم وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب انظر إلا أخذها الرحمن بيمينه وهذا يثبت لله عز وجل يمين إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمره فطربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله كل حديث صحيح مسلم وحديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة صدقة وصلة فيا إخواني الصالحون رضوان الله عليهم كان لهم عناية خاصة بالإنفاق في سبيل الله عز وجل في رمضان وغير رمضان يعني في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان من الشهور ليه؟ لأنهم كانوا يقتدون بمن؟ يقتدون بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم مع الصدقة والجود في سبيل الله عز وجل فكان صلى الله عليه وسلم كما سبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة إيو الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي من أحسن الناس ومن أشجع الناس وأجود الناس لما سبت من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجهد الناس وأشجع الناس ولذلك يا إخواني تقول له خديجة رضي الله عنها والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وآله وسلم بل يا إخواني والله أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سئل عن شيء أعطاه ولو كان والله محتاجا إليه سبت ذلك من حديث جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا وأنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا كان صلى الله عليه وسلم بيديه جميعا يقول أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا بيديه جميعا صلى الله عليه وآله وسلم فانظر أخي الكريم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانظر إلى هؤلاء التلاميذ الذين تتلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتسابقون على الإنفاق في سبيل الله زيد بن أسلم رضي الله عنه يروي عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق يقول فوافق ذلك مالا عندي الله أكبر عمر بن الخطاب يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق يقول فوافق ذلك مالا عندي فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فذهب وجاء بنصف ماله ووضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الحبيب محمد يا عمر ما أبقيت لأهلك ماذا قال له الفاروق عمر رضي الله عنه قال لهم أبقيت لأهلك قال قلت مثله يعني أتى بالنصف وترك النصف فإذا بالصديق أبي بكر رضي الله عنه يأتي بكل ما عنده من مال ووضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر فيقول له أبقيت لهم الله ورسوله الله أكبر هؤلاء هم الرجال رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه يقول له ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر يقول رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله يقول الفاروق عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا يريد بذلك من؟ يريد بذلك أبا بكر رضي الله عنه هؤلاء يا أخواني كانوا يحرصون على أن ينفقوا أفضل ما لديهم أي والله كانوا حرصين على أن ينفقوا أفضل ما لديهم حديث عنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا كان عنده نخل وكان أحب أموال أبو طلحة يا أخواني حديقة تسمى بيرحاء هذه الحديقة يا أخواني كانت مستقبلة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذه البيرحاء يشرب من ماء فيها طيب فقال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله أكبر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل أرجو بالرها ودخرها عند الله عز وجل يقول أبو طلحة فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له أبو طلحة ضعها يا رسول الله فقال له الحبيب محمد بخن بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين يقول أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله عنهم وهذا يخوان عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث القلفاء الراشدين لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض على الإنفاق في تجهيز جيس العصرة جاء يا إخواني بتسعمائة بعير برواحلها ومراكبها ونفقاتها وسلاحها فقال رسول الله عليه وسلم ما يضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما يضر عثمان ما عمل بعد اليوم يا إخواني ليس الأمر كان مقتصرا على الرجال بل أقول والله كان للنساء أيضا دور بارز في ذلك هذه زينة بمرأة عبد الله قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا وكانت زينة بأخواني تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة قال لها عبد الله سل أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلقت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من العنصار على الباب حاجة هذه المرأة العنصارية مثل حاجة زينب امرأة عبد الله فمر علينا بلال ابن رباح رضي الله عنه المرأتان قالت لبلال سل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيجزي عني أن أنفق عن زوجي وأيتام لي في حجري والمرأتان قالت لبلال رضي الله عنه لا تخبر بنا يعني لا تقول من نحن فدخل بلال رضي الله عنه فسأل النبي فقال له من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أجر القرابة وأجر الصدقة يا إخواني إذا كان يا إخواني هذا حال هؤلاء الصالحون مع الجود والإنفاق في سبيل الله في غير رمضان فكيف يكون حالهم في رمضان يا إخواني أيها الأحبة الصدقة في رمضان لها خصوصية ليست في غيره من الشهور بادر بادر إليها لعلك لا تدرك رمضان آخر تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل عجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء وانتقل بإخواني حتى لا أطيل في هذا المحور إلى محور آخر وهو حال الصالحين مع الذكر والدعاء فكما نعلم إخواني أن الذكر والدعاء من أفضل الأعمال التي حث الله عليها في أكثر من آية الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا والله عز وجل يا إخواني أثنى على الذاكرين ورتب على ذكرهم لله عز وجل في علاء الثواب الجزيل الله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والله عز وجل يقول في ثنايا آيات الصيام يا إخواني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالصالحون رضي الله عنهم كان لهم حال مع ذكر الله تعالى ودعاء الله مقتفين في ذلك يا إخواني أثر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر بن العاص جلس وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا يقول عبد الله بن مسعود لأن آخذ في طريق أقول فيه يعني هو يمشي في الطريق يقول سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل فيرد عليه عبد الله بن عمر يقول لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو في القنوط اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم فإخواني الثابت عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وعن الصالحين الكثير والكثير في الدعاء وفي ذكر الدعاء ربيع بن قثيم رضي الله عنه كان يقول أقل من الكلام إلا من تسح يعني يأمر بالإنسان أن يقل من الكلام إلا من تسح تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وسؤالك الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك القرآن والله يا إخواني الذي لا إله غيره لو علم المسلمون فضل الذكر ما كلت وما ملت ألسنتهم من هذا الخير ولسخروا ألسنتهم لهذه التجارة الرابحة بدلا من الوقوع في الغيبة للمسلمين أحياء وأمواتا في الليل وفي النهار فيه إخواني والله من عود لسانه ذكر الله تعالى صان لسانه عن الباطل واللغم شهر رمضان يا إخواني موسم من مواسم الأعمال ينبغي لك أيها المسلم ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد بالذكر والدعاء بالمغفرة وبالرحمة وبالتوفيق والسداد بسؤال الله الجنة وبالنجاة من النار وبتكفير الذنوب وبرفع الدرجات وما أجبه ذلك يا إخواني من خيري الدنيا والآخرة يدعو للمسلمين بدعاء فيه صلاح العباد والبلاد يدعو أيضا بتمكين المسلمين وإذلال الشرك والمشركين وهذا ينقلني إلى محور آخر وهو حال الصالحين مع التوبة والاستغفار في رمضان فكما نعلم يا إخواني أنه ينبغي ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستغفار أقول في ساعر أيام السنة وفي هذا الشهر خاصة رمضان يا إخواني شهر التوبة شهر الاستغفار شهر العودة إلى الله عز وجل الله عز وجل حثنا على الاستغفار وأمرنا به الله عز وجل يقول واستغفر الله إن الله غفور رحيم والله عز وجل أثنى على المؤمنين المستغفرين في الأسحار الله عز وجل مدح أهل الاستغفار الله عز وجل يقول والمستغفرين بالأسحار والله عز وجل يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يا أخي الكريم إذا وقفت لقيام مثل هذه الليالي أكثر فيها من الاستغفار أطلب من ربك العفو أطلب من ربك أن يعفو عنك فإنه تعالى عفو يحب العفو والله عز وجل أخبر عنه يغفر لمن يستغفر الله عز وجل يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولذلك يا إخواني الصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على الاستغفار وكان قدوتهم في ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه كان يستغفر ربه في اليوم والليلة مئة مرة لأن نسبة ذلك من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مئة مرة في لفظ آخر الحديث إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مئة مرة وفي رواية توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى مئة مرة في اليوم وأيضا يحضرني في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يا إخواني بين الاستغفار والتوبة إني لأستغفر الله وأتوب إليه وذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى الله عز وجل كما في قوله والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة عبد الله بن بص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وأيضا يحضرني حديث عن نافع يرويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع أنه كان يحيي الليل صلاة ثم يقول يا نافع أأصحرنا فيقول لا يعاود الصلاة ثم يقول يا نافع أأصحرنا فيقول نعم فيقعد ابن عمر رضي الله عنه ويستغفر ويدعو حتى يصبح هذا يا إخواني كان حال الصالحون رضي الله عنهم الفرصة يا إخواني أن نستغفر الله تعالى في حال قوتنا وقدراتنا وأذكر نفسي وإياكم بسيد الاستغفار لساني يا إخواني نذكر هذا الحديث حديث رسول الله سلم واستغفار سيد الاستغفار هذا الدعاء حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء يعني أقر وأعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يقول من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه وهذا ينقلني حتى لا أطيل وأرى يعني الوقت يمر من تحت البصات حال الصالحين مع قيام الليل فكما نعلم يا إخواني أن أجمل أيام هذا الشهر الكريم صيام بالنهار وقيام بالليل المسلم يا إخواني بيقطع نهاره ممسكة عن الشهوات ويقضي ليله في ماذا قائما متذللا بين يدي خالقه سبحانه وتعالى وهو يسمع ويردد ويذكر قول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا فقيام الليل يا أيها الأحبة عبادة عبادة عظيمة هذه العبادة حرص عليها الرعيل الأول من الصالحين رضي الله عنهم جميعا كان قيام الليل يا إخواني دعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعب الصحابة رضوان الله عليهم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وآله وسلم بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يا إخواني والله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تقول فقلت له لما تصنع يا رسول الله لما تصنع وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول الحبيب محمد أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا انظر يا إخواني انظر إلى حال الصالحين رضي الله عنهم وحرصهم على هذه العبادة العظيمة في رمضان حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جو في الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم فأصبح الناس تحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت يا إخواني الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها انظر رسول الله سلم يقول لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ثم يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان أحرص الصحابة يا إخواني على الامتسال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان يقرأ هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال ذاك عثمان بن عفان يعني أراد المراد بالعاية نقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يقول ذاك عثمان بن عفان ذاك عثمان بن عفان ليه قال ذاك عثمان بن عفان لأن يا إخواني كما نعلم أن عثمان بن عفان كان كثير الصلاة بالليل وكثير القراءة بالليل حتى يخواني أنه ربما كما ذكرت لكم قرأ القرآن الكريم في ركعة واحدة أبو هري رضي الله عنه أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل تصلي أو صلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين والذاكرة أمر بسيط يا إخواني إذا أيقظ الرجل أهله من الليل صلى أو صلى ركعتين فقط لا غير جميعا هو وزوجه كتبا من الذاكرين والذاكرات كيف بنا يا إخواني نترك قيام الليل في ليالي شهر رمضان وفي غيره من الشهور كيف لك أيها الحبيب أن تلهو وتلعب وتترك العنص والقرب من رب الرحيم وجواد كريم أنتقل بكم إلى العنصر والمحور الأخير من هذه المحاضرة وهو حال الصالحين مع العشر الأواخر من رمضان فكما نعلم يا إخواني أن الصالحون أن الصالحين كانوا من أحرص الناس على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان والقيام في هذه الأيام الليالي العشر لما فيها من الأجر العظيم ولمناسبة العشر الأواخر لمضان تلتمس فيها كما نعلم ليلة قدر وكما نعلم أن ليلة قدر هي خير من ألف شهر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرة أيام لكن العام الذي يقبض فيه صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف صلى الله عليه وآله وسلم عشرين يوما في مسجده وروا ذلك أبي هرأي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي يقبض فيه اعتكف عشرين يوما وأزواج النبي رضي الله عنهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا كنا يعتكفن أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي والإمام مالك رضي الله رحمه الله ذكر أن أهل الفضل وأهل الفضل يريد من الإمام مالك يريد أهل الفضل في زمانه وكما نعلم أن الإمام مالك أدرك زمان صغار التابعين يقول إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعوا لا يرجعوا إلى أهاليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس فالاعتكاف يا إخواني من العبادات التي تجمع الكثير من الطاعات من التلاوة والصلاة والذكر والدعاء وغيره لكن يا إخواني والله من المؤسف اليوم أنك تجد بعض المعتكفين يتساهلون كثيرا في استغلال لحظات الاعتكاب بالبر والطاعة والقرب من الله البعض يا إخواني بيضيع هذه الليالي بالنوم والبعض الآخر بالأحاديث الدنيوية والقيلة والقال فهؤلاء يفوتون على أنفسهم يا إخواني من الحسنات الشيء الكثير والله المستعد ولذلك يا إخواني بعض العلماء على ما أذكر ذكر أن المعتكف الذي اعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعلم علم وإقراء قرآن بل العفض له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه فالعشر الأواخر يا إخواني من رمضان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أهمية كثيرة كانوا أشد ما يكونون حرصا فيها على الطاعة لأن ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله دي اللفظ هذا لبض الإمام البخاري في لبض أخر للإمام مسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر يا إخواني طب خليني أقف وقفات قليلة جدا مع هذا الحديث الوقف الأولى قول عائشة رضي الله عنها أحيا ليلة هذا يا إخواني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم المراد أنه أحيا الليلة كله ويحتمل أنه أحيا أغلب الليل لأن جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان فيحتمل حينما تقول أم المؤمنين عائشة كان وصلى سلم إذا دخل العشر أحيا ليله يحتمل أنه أحيا الليلة كله ويحتمل أنه أحيا أغلب الليل فعلى هذا يكون يا إخواني إحياء الليل المقصود بها أن يكون أغلب الليل وربما يكون كل الليل في بعض طرق الأحاديث والله تعالى أعلم أيضا أقف وقفة أخرى مع قول عائشة أيقظ أهل أحيا ليله وأيقظ أهله يعني أيقظ أهله للصلاة والذكر والدعاء لأن ثبت عن الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني أنه كان يوقظ أهله للصلاة في العشر الأواخر دون غيره من الليال وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع يعني بقى سبع ليال من رمضان فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل تقول فقلت يا رسول الله أبي ذر رضي الله عنه يقول فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام خلي بالك يا أخواني من هذا الحديث وهذه مسألة مهمة جدا إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرفا حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الليلة الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة لم يبقى إلا ثلاث جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يقول أبي ذر يقول أبو ذر فقلت وما الفلاح قال الصحور ثم لم يقم بقية الشهر صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يا أخواني الحديث حث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيقاظ الأهل ومتابعة الأهل وتحفيز الأهل حتى يدركوا من فضائل هذا الشهر الكريم ومن الخير الكثير بقي لنا وقت أخرى فقط عند قول عائشة شد مئزره يعني إيه شد مئزره؟ يا أخواني اعتزل النساء في هذه العشر وانشغاله بالعبادة والطاعة وكما نعلم يا أخواني أن المعتكف ممنوع من قربان النساء ولا ننسى أيها الأحبة حرص الصالحين رضي الله عنهم على التماس ليلة القدر في هذه العشر وتحريهم لها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فعلينا يا أخواني أن نختم أعمالنا كلها بالتوبة والاستغفار سواء في قيام هذه الليالي أو في غيرها من سائل الأعمال فاجعلوا يا أخواني خاتمة شهركم التوبة إلى الله عز وجل من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه وأعتزر أني صرعت واختصرت في الآخر نظراً لأن الوقت فعلاً انتهى من خمس دقائق فكنت حريص على أن ألتزم بالوقت فلزاكم الله جمعاً خد جزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان أعواماً عديدة فكل عام وأنتم بخير والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد فرزاكم الله جمعاً خير جزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله وعنا كل خير سعادة الشيخ الدكتور عصام الشحيد بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم ورزاكم الله وعنا كل خير والآن إن شاء الله إن سمح لنا الوقت سعادة الدكتور أن نأخذ بعضاً من الأسئلة والاستفسارات لما أحب أن يشارك معنا إن كان لدى حضرتكم مقتحي إذا كان إن شاء الله في أي مداخلات أو استفسار على عجالة حيث أنني متطبط بعمل بعد المحاضرة نعم 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 نرجو من الإخوة الذين سوف يقوم باستفسار أو مداخل أن يكون يعني سريعاً بارك الله فيكم نعم معنا الدكتور عبد الرازق تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليكم السلام عليكم شكراً أهلاً أهلاً بك فضلت الدكتور عصام مشحيد بارك الله فيك على هذه المحاضرة القيمة وهي عبادة أكثر منها محاضرة في ميزان حسناتك يا رب أتمنى أيضاً هذه المحاضرات الدكتور عصام لو مكتوبة أيضاً يا ريت لو تكون مكتوبة وتسطر حتى في بعض يعني في مجلة العلوم الإنسانية أو مجلة العلوم التربوية كورقة عمل أيضاً هيكون أمر طيب وأمر محمود بحيث يبقى عندنا وثيقة مسموعة مرئية مكتوبة إن شاء الله إن شاء الله نكتبها كورقة عمل ونبعثها لكم إن شاء الله نشرف نشرف ونسعد بيك ومحتاجين مثل هذه المحاضرات بين الحين والآخر وشكراً لحضرتك وبرك الله فيكم وفي ميزان حسناتك يا رب شكراً فضلتاً دكتور عصام شكراً بزاك الله خير دكتور عبد الرازق الله يحفظك معنا مداخلة أيضاً دكتور قادر فضل دكتور معك صلاحي السلام عليكم شكراً لحضرتك دكتور عصام لإلغائه محاضراتاً غيمتاً في هذه الأيام المباركة لديه مداخلة بسيطاً إن سمحتم لي من تركيا ويعني أريد أن يكون نموذجاً بسيطاً يذكر في ذكرياته في تركيا في تركيا سفير باكستان لدى تركيا يذكر أيام كانت الخلافة الإسلامية يجمع المسلمين كان المسلمون في شعور تدامن كما كان أياما سيدنا أبي بكر ومر يقول السفير كنت صغيراً جداً في عمر خمس أو ست سنوات سألتوا جدتي يا جدتي لديك جرح في أزنك أليمنا كيف حدث ذلك لم تجب لكني كوني طفلتاً فضوليية ومسابراتاً أصررت على ذلك كنت بحاجة إلى إجابة غالت إنما كنت صغيراً تركيا كانت مجموعة من الأشخاص يجمعون المساعدات تمرر بالقرب من منزلنا لمكم فتاة غنيتاً ولمكم من عائلة غنيتاً لكنني يردتوا لفية لشيء ما وخطر لي أن أوتيهم أقراطي وقال إننلذي على اليسار خرج بسهولتين لكننلذي على اليمين ظل عالغاً إنما رأيت الناصة يبتعدون عن الشارعي قمت بصحبه ونتيجة لذلك تمزغت ازني قالت جدته وإشارة السفير إلى معلم تركيين إنما يجمعون إلى إلى پاكستان الذي تضررت من الفيضانات المعلم الذي أرادت تبرع بكل أمواله لپاكستان ذهب إلى جيرانه وقال سأتبرع بكل أمواله لپاكستان هل يمكنكم الاعتناء بي لمدة شهر؟ وذكرت جنيت أنها ذكرت جنيت أنها أجابت على السؤال وقال إن هذا هي الطريقة التي يفهم بها سبب تصرف جدته هكذا كان المسلمون أيام الخلافة تجمعهم والآن إخواننا في غزة يبعد من قبل السهاينة أو اليهود ولكن المسلمون بسبب تفرقهم وبسبب الدول الغطرية والسياسات الدول الغطرية لا يستطيعون أن يساعدوا إخوانهم في غزة العزة ويجب علينا أن نتضامن كما تضامن جدنا وأجدادنا والصحابة منذ الصحابة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا مبارك الله فيكم دكتور الله رزو السرعة به نعم بكتور تفضل دكتور جزاكم الله خيرا ونفع بكم ونصع الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان يا رب العالمين تفضل يا رب العالمين جزاك الله خيرا دكتور عصان بارك الله فيك نعم دكتور إذا كان في عندك التزامات أخرى نحن سنقوم إن شاء الله بشرح طريقة الحصول على الشهادة ومن ثم إن شاء الله نختم هذه الندوة للمباركة أو هذه المحاضرة وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم اللهم أمين جزاك الله خيرا دكتور جزاكم الله خيرا ونفع بكم اللهم أمين اللهم أمين لا تنسانا من الدعاء دكتور بارك الله فيه نعم حبتنا الحضور بارك الله فيكم سنقوم الآن إن شاء الله بشرح طريقة الحصول على الشهادة لهذه المحاضرة الطيبة واسمحوا لنا أن نشارك مع حضراتكم الشاشة أحبتنا الكرام يظهر أمامكم أو عند البحث في محرك البحث جوجل عن منصة أريد العلمية نقوم بالضغط على خيار البحث أو خانة البحث ونكتب منصة أريد العلمية فتظهر لنا بالصورة الظاهرة أمامكم طبعا قبل ذلك تم وضع رابط الشهادة والحضور في الشات لمن كان لديه الخبرة لدخول مباشرة إلى الرابط وأخذ الشهادة وهنا أحبتنا فقط عند الضغط على تسجيل الدخول يتطلب الأمر فقط أن تدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانكم التسجيل حساب جديد ضغط على تسجيل حساب جديد فتظهر أمامكم الصفحة بهذه الطريقة ويتطلب الأمر معلومات بسيطة كالدخول بالعربي واللغة الإنجليزية وكذلك بريد الإلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها وأيضا كما نشرح في كل مرة توجد في أعلى الزاوية شرح مبسط لعملية التسجيل وعند الانتهاء من عملية التسجيل سنقوم مباشرة بالدخول إلى صفحة المنصة أو ما يسمى بالحائط كما يظهر أمامكم نختار من طرف الشاشة الأيمن نظام عليم يوجد في الزاوية اليمنى نظام عليم نختار نظام عليم ومن ثم تظهر لنا جميع أقسام نظام عليم بإمكانكم التصفح عليها والإطلاع على جميع المحاضرات التي قدمت نختار منها المحاضرات القادمة المحاضرات القادمة فتظهر لنا جميع المحاضرات التي قدمت في هذا القسم والتي ستقدم إن شاء الله في الأيام القادمة نختار المحاضرة التي نحن في صددها وهي أحوال الصالحين في رمضان وتظهر أمامكم كما هو موضح في الشاشة نضغط على إصدار الشهادة بالعربي إصدار الشهادة بالعربي وهي شهادة مجانية في طيلة أيام شهر رمضان المبارك تظهر مباشرة الصفحة التي أمامكم نضغط على تحميل الشهادة الألكترونية فيأخذ الأمر مننا ثوان بسيطة إن شاء الله وتظهر الشهادة بالصورة الموضحة أمامكم وهذه هي موجود شهادة مشاركة والاسم للمشارك وعنوان المحاضرة نعم أحبتنا كذلك ننوه إلى أن جميع التسجيلاك للمحاضرات سوف نقوم إن شاء الله برفعها على منصة أريد أو على موقع قناة منصة أريد على اليوتيوب والتي تجدون فيها جميع التسجيلات للمحاضرات التي قدمت في المنصة كما هو أمامكم تستطيعون الدخول إليها ومتابعة جميع المحاضرات وهذا وكما تشاهدون أمامكم هذا برنامج سباق الأمم الذي يعرض بين يوم وآخر على منصة أريد نعم هذه إن شاء الله الطريقة المتفصلة للحصول على الشهادة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بهذه المحاضرة التي قدمت جزاكم الله خيرا ونختم بقولنا سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولنا لقاءات تتجدد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر